اه يا ليلة وصلت على نبي اذكر الله وانت ماشي اه يا ليلة وصلت على نبي ولا تلهيك السلام اه يا ليلة وصلت على نبي باش تحيل قلب الرشيل سلام المتتبعات يولي كديري لبس عليكم كانت منكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعواشير مبروكة تدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وطلع مريا ربي كيف ماشته في المقدمة اليوم ان شاء الله غد نشارك معكم واحد الكاشير منزلي بريستيج خاص للرفيسة اليوم ان شاء الله غد نبارتجيه معاكم وغد نبارتجيه معاكم احتاج اجواء رفيسة اللي كانت عند واحد صاحبتي اللي المهم هاد الكاشير صيبته على ودها كانت منها ان شاء الله يعجبها ويعجب الناس اللي غيكونوا عندها وكانت منها هاد المولودة تكون عليها ان شاء الله بالخير وبالتي سير يا ربي ونبدأوا على بركة الله المقادر ديوننا بالنسبة لمقادر ان شاء الله غد نحتاجوا واحد خمسات الكبيدات اللي غد نقطعوهم هكا مربعات من بعد ما غسلتهم بالماء والحامض وخليتهم مرقدين فيه شوية حتى كنت تحييذ هذك الرائحة الخيبة ديال الكبدة من بعد قطعتهم مربعات على هاد الشكل بالنسبة التوابين اللي غادي نحتاج فاول حاجة غادي نحتاج المساخن ضروريين في هاد الكاشير لانه ديال رفيسة ديال نفيسة فغادي ندير واحد لمعايلقة واحد نصف معايلقة ديال سكين جبير واحد نصف معايلقة ديال خرقو معود ونصف معايلقة ديال البزار وهدي نحتاج واحد ثلاثة البيضات وكاس معا مرش ديال سميدة رقيقة المهم غادي تشوفو على حساب الحجم ديال البيض ديالكم عندي واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون وجوج معالق كبار ديال قزبور ومعد نوس اللي غا يكون مقطع على هاد الشكل المهم معالق كبار يكونوا عامرين مزيان عندي واحد دراس معايلقة ديال بسي بيسة وعندي واحد معالق صغيرة عامرة ديال تومة المجففة من الاحسن الى ما كانت شعيدكم غادي تعودوها بتومة تحقوها وعندي واحد دراس معايل قا ديال الهريسة هدا كيبقى اختياري بغيتو الكاش شيري جيكم شوية في البنة ديال الحرورة غادي تديرو هاد الهريسة ما بغيتوش غادي تخليو هكاك ما غاديش تديرو الهريسة وغا تديرو غير هاد المقادر بالنسبة لهاد المقادر راه هم مضبوطين وقد تاخدي اما الهاشوار او المولينيكس هي اللي غادي تحني فيها هاد المقادر كان ناخد الكبدة هي اللي ولا كان نخويها في الكاس من بعد غادي ننضيف قصبور ومعدنوز غادي نضيف زيت الزيتون غادي نضيف اه التوابيل مهم اه كل شي غادي تضاف في مرة واحدة اه التومة المجففة والبسيبيسة واحد راس معي رقاء ديال الهريسة قتلكم كيبقى اختياري صافي غادي نضيف دباء البيض وصافي بقات غير سميدة غادي نضيفها صافي من بعد غادي ندور المولينيكس حتى التحلي هاد هاد المقادر وغادي تشوفوا معي القوام ديالها كيفاش غادي يجي صافي كان ندور وتن عاود نحبس صافي وغادي تشوفوا معي القوام كيجي اه شوية اه تقيل يعني ماشي خفيف بزيف وماشي تقيل بزيف كيف ما شفته هنا اياه دباء غادي ناخد هاد المول ديال السيليكون هو اللي غاية اعطيني هاد الشكل اللي كيجيع على شكل وريضة وغادي ناخد هاد الطاوة غادي نخوي فيها واحد كاس ديال الما باش ما تتحرقوش لي هادو كل الكاشير وصافي كان نبدأ نخوي هكا بواحد لمعايا يلقاه المهم اه كتعمري كتخلي واحد شوية شوية صافي الفوق اه فين غادي اه تطلع هديك السميدة شوية وصافي والمهم كتعمريهم على هاد الشكل صافي وكتدخليهم الفران اللي اه شعلته من قبل الى 180 درجة كنشعل تحت حتى كيطيبوا واحد عشرات دقيق المهم ما تخليهم مش بزاف حيث كيقصاحوا إلا خليتهم بزاف فالفران مدة عشرات دقيق را كافياهم صافي ومن بعد غادي تشعلوا اه الفوق غير اه تنشف صافي من الفوق ووتحي ديال يعني ما تخليهاش مدة يعني تقريبا واحد جوج دقيق صافي كيوجدوا ضغياء ضغياء وساهلين وفي نفس الوقت تيجيوا اه رائعين في المنظر وغادي تشوفوهم معايا هانتو مدبا غادي نحيدهم خبق سخان غادي نحيدهم من البوش باش نعاود نعمر اه الكمية اللي اخر اللي بقى عندي المهم هاد الكمية خرجات لي اه تقريبا واحد ثلاثين حبة اللي حرجات لي اتبرك الله كتعطي اه وساهلين هاد المول راهم ما تيلسقو متاشي حاجة تتحيدين بسهولة المهم غادي نحيدهم ونعاود نعمر الكمية اللي اخرى نطيبها ونرجع معكم قصير موسيقى وهدا والشكل دي الكاشير من بعد ما طاب كيجي لهايد الشكل تزين كيبقى اختياري ممكن انكم تزينوه بالقرقاع او لبلوز او لبل بيستاج فكيبقى اختياري لكم بتدخلوه كسامبل وغادي تخليوه المهم انا زينتو بالقرقع كيف ما قدشوفو جعل هاد شكل كيجي بريستيج تيجي احتى في الحطة زوين ودابا غادي نمشيو باش نشوفو اجواء ديال رفيسة ديال صاحبتي وغادي نشوفو زواق ديال هاد رفيسة كيفاش غادي يكون تبارك الله على طيابات كان ذاك شي زوين صارحة من الورقة حتى حتى الزين كل شيء تبارك الله على حقه وطريقه الله يعطيهم صحة وكان في الحقيقة واحد النهار لزوين زوين بزف اول مرة كان شوف انني كنعيش واحد الجو ديال كيف ما كيقولو السبوع ولكن كان بالقرآن وبالدعاء وبالانشيد يعني ما كانش اجواء ديال الغناء ولا شي حاجة فكان جو زوين صارحة ما قدرتش نشاركه معاكم ولكن المهم الضروري انني شاركت معاكم هاد الكاشير كيف ما شفتوك يجي في الحطة فوق من الفيسة لهذا الشكل كانت مني يعجبكم هاد شيء اللي شاركته معاكم ما تنسوني يتملي لايك ديالكم وبرتجي الفيديو شكرا والى اللقاء شكرا